ماذا عن الزمالك؟ طب نرجع بقى لشوية اللي احنا عملناها دي نرجع تبقى ورقنا الزمالك النهاردة الناس شوية بس ايه لو وقدر تحفز او وقدر رأي على الزمالك النهاردة لو مكنوا مستانيين اداء افضل اداء اكثر امتاعا ونتيجة اكبر مع فريق يمكن فريق ضعيف بشكل كبير جدا بس زي ما انت قلت مبارح هو مش بس مشكلته ان هو فريق ضعيف هو مشكلته انه فريق مجهول يعني حتى الجهاز الفني النادي الزمالك اكيد كان بيستكشف النهاردة الفريق البروندي بيستكشفه بيستكشفه اثناء المباراة انا بفاهم الناس يعني ايه بيستكشفه اثناء المباراة انت تتكلم فيه مدرب قعد برا عمال يقول ايه اللعيبة دي واضح انه الباكات ورا الباكات عندهم مساحة فاضح تعاني اشتغل عليها واضح انهم منطقة اللي عند منطقة الجهازة دي ممكن نسدد منها عشان بتبقى مفهاش ديفندر او لعيب وسط واضح انه الكرات العرضية ممكن نجي منها هدايا في كل ده انا كمدير فني او جهاز فني بس تكشفه اثناء المباراة في حاجة في منتهى الصعوبة انا مش مذاكر الفرقة دي وبشتغل مع فرقتي انهم هشتغلوا معاها ازاي لا ده انا لايف وقت المباراة بقول لي فرقتي تعمل ايه انا قلت صح طبعا صح طبعا من فرقة مجهولة تماما لا فرقة مجهولة وانا انا اقولت الكلامنا ببارح لو راس حاولت تدور على الماتيريالز مش هتلاقي لهم غير ماتش الزاب والعودة وتصوير سيء جدا مش اي ماتيريالز ليهم حتى الدوري هناك بتصور بكواليتي سيئة جدا طيب خلينا نقول هو فريرا لعب ازاي النهاردة فريرا سنة لفات اتخذ الدوري واجاد بشدة في ظل نقص في صفوفه بعد منع الزمالك من القيد لعب الثلاثة اربعة ثلاثة طيب النهاردة فريرا بيغير بيبدأ المباراة بالأربعة ثلاثة ثلاثة أربعة ثلاثة ثلاثة في ظل غياب امام عشور انت هتسألني تقول لي جمهور الزمالك كان مستني اداء مع منافس ضعيف نوعا ما افضل من كده طبعا طبعا معهم كل الحق ولكن في بعض الحاجات الصغيرة الرجل النهاردة بيجرب يرجع تاني يلعب بالأربعة ثلاثة ثلاثة او الأربعة اتنين ثلاثة واحد على الرغم خليني اقول لك برأيي انه مش افضل شيء للزمالك من القيد لعب اربعة ثلاثة ثلاثة ده رأيي الفاني لكن فريرا طبعا صاحب الكلمة الاخيرة لانه ذكريات الزمالك مع الاربعة اتنين ثلاثة واربعة ثلاثة ثلاثة بصفوف منقوصة طبعا الصفقات لها دوع بصفوف منقوصة كانت غير سعيدة لحد ما قرر فريرا انه يغير الطريقة للتلاتة اربعة ثلاثة كانت هزمتين امام الاربعة ثلاثة ثلاثة في الليلة عملها بمثالية وامتياز بأوراق اخرى دلوقتي هو عنده الاوراق اللي تخليه ممكن يعملها هقول لك ورقة نقصة جدا بانت النهاردة تأثرها النهاردة امام عشور ما كانتش موجود الوحيد في الفرقة ذكريات الوردي صرحنا قصته وقالنا هو ليه اقرب لستة من انه تمانية اللعيب التاني هو دونجا محمد اشرف روقة كلهم لعيبة ستة كلهم لعيبة زو طابع دفاعي مين اللعيب اللي بيعملك البرتج وبيعملك النقل وبيحتفظ بالكرة وبيعمل البروجريشن والبروجريشن والبروجريشن باس وبيطلع يحطه كرة تحت رجله ويطلع يعمل الى عشرين متر امام عشور انا مضطر غياخترف معاني عشان افكر الفترة في 2014-2015 دي كويس اوي لو تفتكر التاتريك لو بيلعبه في النصف في 2014-2015 كان ابراهيم صلاح طريق حامد ومعهم معروف يوسف كمان التلاتة اقرب للستة يمكن معروف الوحيد اللي شوية تمانية لعيب تمانية معروف لعيب تمانية ورغم كده الزمالي كناك حلو لازم يكون عندي لعيب تمانية النهاردة الملعب ما فيوش لعيب تمانية ولا واحد ولا واحد مدلنا نقصده لكن كمال انت عندك لعيب كواليك كويسة امام عشور امام عشور لعيب ممتاز في مركز تمانية واكتشفوا فريرا في مركز تمانية رغم انه راح مع كرش ملعبش كتير في مركز تمانية لكن فريرا شغلوا كتير في مركز تمانية طيب نرجع بالزمالك تاني ونقول هو ليه ضيع كتير ليه الزمالك رغم ان الفريق اقل من الزمالك بكتير وفريق مجهول بشكل كبير ليه الزمالك قده بشكل ده رقم واحد اضاعة الفرص السهلة زمالك ده عكوال كتير او النهاردة ثلاث او اربع كرات اهداف محققة داياحها ابراهيمان ايضاي لكن هعزر ابراهيمان ايضاي ابراهيمان ايضاي انا من دلوقتي راجم انه نهاردة ما كانش في حالتو ابدا لكن ابراهيمان ايضاي العيب قويس كوالت بتاعتو جيدة جدا بيسجل اهداف ويفدي الزمالك جدا في الشكل او العناصر اللي موجودة في الزمالك النهاردة الزمالك لما لقب الاربع ثلاثته وبالمناسبة هو رجع فريرة بعد الاربعة تلاتة تلاتة بعد نزود سيد نمار وغير الشكل فريرة النهاردة كان بيلعب ازاي كان بيلعب ناحية المين بحمزة المسلوسي كان بيلعب بتنين سنتر باكس محمد عبدالغاني وحسام عبدالمجيد ناحية الشمال لعب بأحمد فتوح سلاسي في وسط الملعب زكريا الوردي محمد أشرف روها وعمر جابر كان نهاردة بيعول على عمر جابر انه يشتغل مركز تمانية يمكن كان جيد ما كانش سيء عمر جابر لكن في فرق ما بينه وما بين امام عشور في حتة مركز تمانية لانه عمر بقاله كتير جدا بيلعب في الزهير الايمان او وينج باك ناحية اليمين لعب بي الثلاثي الامامي سيف الدين الجزيري احمد سيد زيزو وابراهيمان جاري ده الشكل اللعب بيه زمالك النهاردة بعد انزول سيد نمار حول الطريقة تانية والغريبة انه نادي الزمالك استقبل اللعب وراح عليه بشيء بخطورة طبعا فريق ضعيف جدا بس كورات زي ما بيقولو كده تشتم تشم فيها رائحة الخطور في واحدة لولا انه واستلامها غلط كتا تعمل قزمة كبيرة اللعب الكواليتي سيء جدا فما كانش فيه علاء يعني نفس الاخطاء دي مع منافس مختلف كانت شكل خطورة كبيرة جدا على النادي الزمالك اذا لما الراجل غير بقى التلاتة ولعب بالشكل الاعتيادي خمسة اتنين تلاتة او تلاتة او تلاتة اربعة تلاتة احيانا زي ما بيغيرها افترض ان الزمالك استقبل لعبوتيكات غريبة جدا ولكن هاعزل برضو انه عمل تبديلات كتير لان عنده بعض النواقص في الفرقة في المباراة النهاردة تحديدا الوينش اثر شوية على غيابه على الخط الخلفي طيب الزمالك النهاردة ما سجلش زي ما قلت بريماني داي دي المشاركة التانية لي بعد مباراة اللي قال بيشارك بيشارك دقائق دي رقم واحد رقم اتنين اللي كنا بنقوله بقى ما ناندلها الانسجام ما بين عناصر الخط الخلفي بعد غياب اشرف بن شرقي في وجود احمد سيد زيز ووسيف الدين الجزيري خاصة كمان اللعيب تاني البصير بتاع وسط الملعب اللي بيعمل بريتج امام عشور غايب فانا اصبح عندي ورقتين من ضمن اربعة كمان بيعاول عليهم الزمالك غايبين مش موجودين النهاردة هيحتاجوا وقت اطول للانسجام نادي الزمالك يحتاجوا وقت بس مش الانسجام على سعيد الفيل ديف على دول كمان شكبال شكبال له ادوار كثيرة جدا مع شو تقول له فريرة سواء كاساسي او لعب بديل وشكبال النهاردة كمان ما كانش موجود ما هو شكبالة حتى لما بينزل بديل بيكون مكان ورقة من الوراق اللي كانت موجودة نهاردة زي برايما نضاي على سبيل المثال ولعب في مباراة إلكتلتشادي في مباراة الزهاب خارج الأرض لعب وسجل شكبالة في مباراة الزهاب في إلتشاد فنرجع تاني ليه فريرة فريرة محتاج يعمل ايه محتاج يستقر هلعب اربعة ثلاثة ثلاثة تاني دي مباراة أشبه بالمباراة الودية بالنسبة للنادي الزمالك للفرق الكبير ما بين نادي الزمالك وبطل بوروندي فمحتاج يستقر هلعب اربعة ثلاثة ثلاثة في ظل توفر مجموعة من عناصر خط الوسط زكريا الوزدي أشرف روقة وإمام عشور وكمان بيقدر يدخل معهم عمر جابر وفي كلام عن التعاقد مع عمر السيسي يستقر الرجل على الاربعة ثلاثة ثلاثة علشان يحسم أمره في هذا لانسجام لان مهم جدا لعبته الزمالك توصل لده قبل بداية الدوري أخيرا النهاردة الزمالك تجاوز والزمالك هيتجاوز ان شاء الله عقبت فلامبو بمنتهى السهولة في مباراة العودة مهم جدا تاني يراجع حساباته فريرة قبل ما يبتلل دوري طبعا نجيب الحالتين بتاعة الزمالك الهدف عشان هقول حاجة على الضربات السابتة برد من السنة اللي فاتت نفس اللعيب بنفس الطريقة لكن التكنيك بتاع الزمالك مختلف طريقة مختلفة تماما هنشرحها بس لو جلالي جهز لنا الفيديو بتاع الهدف بتاع حسام وفيه واحدة تاني شط التاني لكن هو نزل خادها من تحت فطلعت عالية فلو يجيب لنا اللقطتين ورا بعد اكون شاكر ليه الزمالك بيشتغل بشكل تاني كريم في القرات السابتة الست بيسيس ده بقى علم بقى يجيبوا بعض المدربين في بعض الفرقة الكبيرة يجيبوا مدرب بس لقرات السابتة هو مدرب كل شغلته يحفظ اللعيبة تتحرك ازاي في القرات السابتة طيب الزمالك بيعتمد انهي تكنيك منهم هم اكتر من طريقة حتى شكل التحرك احيانا حاجة اسمها 2-3 حاجة اسمها 3-2 عشان ما نصدعش الناس الزمالك حاجة اسمها اوفرلود في سمول اريا وبعدين تحركات مدروسة يعني ايه الكلام ده عدد كبير من اللعيبة شرح سبت اللاطة دي طيب اشرح بس ايه ايه اشرح هنا ماشي لما تيجي لما تيجي لما تيجي لكرة الركنية اهي اه بس 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 سبت هنا بقى سبتلي بس كامل عيب بعد منطقة الجزء سيبك من لقاطة على القريبة كامل عيب خمسة خمسة في مساحة كلها على بعض سبعة في سبعة او ستة في ستة وفجأة ينفجروا فجأة يتحركوا مش تحركات عشوائية اه كل واحدة يتحركوا بتحركات مدروسة وانا شفت بعيني في مبارات الاهل وزمالك اتنين واحد الراجل حتى في الاحماء قاعد بيشتغل معاهم على الدربات السبتة بهذه الطريقة بنفسه في الملعب بيشتغل معاهم بالطريقة دي ازاي يشتغلوا بالطريقة دي بص بصها كريم بصها كريم القطع ده يا جونال بص وقف هنا وقف هنا قبل ما يقطع بصها كريم بص الوقف بص الوقف بص الوقف واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واقفين دي يا جونال احمد سيد زيزو بيعمل الكروس طالع لبرة علشان مين اللي ياخدوا اي لعب من الخمسة لكن مين افضلهم واعلى لعيبه اطول لعيب فيهم حسام عبد المجيد بص وقفة اللعيبة بعد ما انتشروا علشان تأكد الفكرة بتاعت هل بيتحركوا عشوائي ولا بيتحركوا نتيجة التمرينة كده التمرينة كده دول كام دول خمسة مش دي اللي تسجلي ادي خمسة هاتلي بقى هاتلي بقى لقطة الجنب الهدف يا جلال لا دي مش الهدف دي اللي ضعب بتعبرهم هاتلي لقطة الجنب هنا شرحناها على كرة لم تسجل احمد سيد زيزو بيعمل الكروس خمس لعيبة واقفين دي يا جونال بس رجع لي تاني رجع تاني رجع تاني وبي بتتلعب رجع تاني وبي بتتلعب رجع تاني وبي بتتلعب كمان كمان دول خالص هاتلي من الاول بس 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 وقفين وقفين بس كريم خمس لعيبة واقفين دي يا جونال والكروس بيتلعب احمد سيد زيزو بلعبه من ناحية اليمين باليمين فالكرة تلف البرة بعيدة عن الحارس مش ناحية الحارس فتلف ماشي فريم فريم يا جلال معلش بعد اذنك كمان ماشي فريم تمام يا جماعة بينا الوقفة بس الوقفة بس بس وقف هنا بس كريم برضو نفس الوقفة بعد ما كرة تلعبت دي يا جونال اللعيبة واقفة قطري عشان بس لا معنين نقول دي يا جونال اللعبة واقفة قطري بعد التحرك كله موقفين في مكان واحد ده اسمه اوفرلود موقف لعيبة كتير في مساحة صغيرة وبعدين يبتر يتحركوا بشكل مدروس يبقوا واقفين قطري بحيث انها تروح لأي واحد والكرة بتلف البرة هو اللي ياخدها فطبعا اطول اللعيب اللي يبقى واقفة التالت دايما في النص او الرابع عشان بحيث الكرة عبال ما تلف وتبعد عن حرس تجيله يعني بيكون اللعيب قبل الأخير في الروء اللي واقف ده يكون حسام عبد المجيد اتكررت تلات مرات مرة قدام فاركو مرة قدام المقولين ودي المباراة للكرة التالتة اعتقد انه يحيى عليها حسام عبد المجيد ويحيى قبله فرير